العديد من الناس تفكر في القدوم إلى تركيا خصوصا التسوق فيها حيث كتكون عندكم واحد الفكرة أنكم تشريوا الملابس وكتبقوا تعرفوا واش هل فعلا الملابس السعر دياله الرخيص بالمقارنة مع الدول اللي انتم فيهم مقارنة مثلا مع المغرب أو دول أخرى أم لا يوجد اختلاف اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على هذا وأحكي لكم تجربتي إلى يعني من المول ديال اسطنبول وأيضا إلى الأماكن للبيع بالجملة وشعبية يعني مختلفين مهم لما كتشوفوا هذا المول ديالهم صراحة المول ديالهم كبير بزاف مول ديال اسطنبول يعجبني بزاف حيث جاني بالمقارنة مع المول ديال المغرب فاق كبير صراحة كبير جدا يعني فيه يعني واحد واحد البوتيك كثير بزاف يعني المحلات أكتر موجودة أكتر وحتى هو يعني الشكل دياله جداب وكبير بزاف يعني المهم المول غا تعياه فيه إلا ضربته فيه خسكم نهار كامل بش تكملوه حتى بالمقارنة مع ديال المغرب را غا تليجيكم واحد الفرق شاسع يعني غيولي بل لكم ديال المغرب هو متوسط وليس يعني ديال المول كبير بزاف بالمقارنة مع هذا ديال اسطنبول صراحة صدمني أنايا وفي نفس الوقت عجبني بزاف وستمتعت في التجول فيه أكيد كيكونوا فيه بزاف الماركات اللي متنوع فيه ماركات من غير العالمية كي نحتل ماركات تركية بكثرة جدا وبالنسبة للسعر سعر ها نقول لكم يعني الخلاصة اللي كان في هذا الوقت ليمشيت قناة بالمقارنة مثلا الماركات التركية عندهم ماركات تركية السعر دياله أقل بكثير من المغرب يعني اي ماركة تركية غا تشيروا الملابس ديالها مثلا دي فاكتو ال سي واي كيكي والعديد من الماركات الأخرى التركية را كنشي ماركات عندهم غير متوفرين عندنا في المغرب. لذلك الى اخترتوا الملابس التركية او الماركات التركية. اه رغي يكون واحد السعر لضعيف اه يعني اقل من المغرب. لكن المشكلة اللي غتلقاوه هو في يعني في اه الى كانتوا شريطوا من محل او البوتيك اللي كتكون ماركة عالمية. من اللي كتكون ماركة عالمية غتلقاوه العكس. هتلقاو السعر المرتفع اكتر من المغرب. هذا هو اللي لاحظ. شحل من شيء يعني لاحظتوا في زارة او يعني اه الماركات اخرى يعني يوجدوا اختلاف في السعر وهو ما عندهم سعر في تركيا اغلى من المغرب. لكن الى اخذتوا ماركة تركية اكيد غد تلقاوه سعر اقل. المهم كما تشوفوا هذه واحد جولة خفيفة بالنسبة للمول باش تكونوا تعرفوا عليه. انا صارحة رجبني بزاف. ما كفانيش الوقت باش نصور لكم كل شيء. ولكن المهم ما غير هكذا باش تكون عندكم فكرة عليه. صارحة رجب كبير بزاف. ما غادش يقدكم الوقت. يعني لا بقتوا تمشيوا. ما الافضل تمشيوا بالصباح. وتضعوا ويكون عندكم برنامج خاوي. باش يالله تقدروا تكتشفوا جميع المحلات فيه. رفيحتة تهوى فيه نفس شيء يعني فيه ستاربوكس. ستاربوكس ايضا بالمقارنة مع المغرب عندهم السعر اقل. يعني احتل مثلا المقاهي او لا مثلا ماكدونالدس او كاف سي او غيرها. ارى السعر ديالهم اقل من المغرب. المهم انا باش كون عندكم فكرة فقط كما كتشوفوا. تجولوا معنا شوية وصافي. وما زال سوف نعطيكم يعني اه العيوب اللي اللي لقيت. العيوب اللي كينا. العيوب اللي كيناه الاخوان هو من بين هدوك العيوب انه السعر كما كنت لكم السعر ديال الماركات العالمية السعر ديالهم مرتفع بالمقارنة مع المغرب. والشيء الاخر العيب هو انهم في القياسات. القياسات هم مختلفين علينا احنا. مثلا كتجي كتشوف شي اه اه مثلا تي شيرت او تريكو او غيرها يعني قميس. عندما تجي تشوف لطايا دياله كتلقى مثلا ام. وهي رأي ام دياله رأي بحل قريبا اهل ديالنا احنا. دي ما خصك تزيد واحد المقاس. هذا اول مشكل. والناس اللي عندهم مثلا البنية اللي كتكون كيلبسوا فقط الام كيلبسوا في المغرب يعني بالنسبة الرجال كيلبسوا فقط الام. ما عندما ي ê Katy ya اول تركيا ولن لنجد التركيا والمقاس مناسب من غير نظر الجيب. نظر الجيب. فقط. اما في الاشياء الاخرى ستجد الرجال whirl Saint. سأجدها ان تطلب لكم قهم. ممكن بسال اهل mensاجل من نفس المقاس الي أندي. لذلك ستعاني ومعاد المشكلة الي لعانيت. مفاقيه الصراحة. سواء في المغل سواء في المحله العادية. afile نساعد لكم مثلا كما تشوفون كيف يبدو لكم ذلك شيء واعر ولكن المقاسات هي مشكلة بالنسبة للرجال سوف يعانيوا معه الصراح حيث هما يكونوا غلاب شوية مقارنة معنا سوف نختلاف لطايا ديالهم مختلاف فعلينا نعطيكم واحد المثال بسيط إذا كنتم مثلا لديفاكتو ديال المغرب أو لالسيويكيكي وشتوا المقاسات دياله ستقريبا توركي يربح لك بما زال عندنا في إلسيويكيكي أو ديفاكتو مثلا ستجدون بإكس اس موجودة يعني سمول أو إكس اس موجودة بخلاف هما لا هما لا يوجدون مده أغلبية ستجدون غير الام الام هي الموجودة بكثرة والام بالنسبة للناس التي تلبس الام في المغرب ستأتيهم كبيرة لا يستطيعون أن تلبس سوارة بحالة يلبس الام بسبب ما يستفد لا يستطيعون من الملابس لا يستطيعون من المقاسات لا يستطيعون من المقاسات ومن أن تتجدونهم على مثلا الام أو الام لا يستطيعونهم الأغلبية التي توجدون الام فيما فوق حتى تركيين هم أغلاد لديهم بنياة كبيرة ومقاساتهم مختلفين علينا لذلك هم في تركيا بخلاف المغرب لا يستطيعون لا يستطيعون من المقاسات المقاسات الأغلبية ستجدون فقط الام ام فيما فوق وحتى الام ستأتيكم كبيرة على الام وتأتيكم كبيرة لذلك هنا صراحة لدينا مشكلة كبيرة ومقسانيتش ملابس بثاف اخذت فقط لشواميز وما الذي اخذت اخذتهم وليشواميز خذتكم من تردو البلتة من الأحسن تخذو ذلك يكونوا سليم يلا تأتيوا في المقاس يعني مثلا ام ولكن تكون فيه سليم عادة تأتي في المقاس ويهدك أما مثلا الأشياء الأخرى لا صراحة لقد وجدت مشكل كبير في هذه القضية ولذلك لم تأتيت ملابس كثير يعني الفوق خصوصا الفوق يعني تركوات تي شورتات هنا يرى مشكل كبير ستجدون المهم هنا لي التوضيح فقط والمهم بالنسبة للأماكن التي تقدروا تشريوا منهم الملابس رأى في الفيديو أعملت لكم يعني كينوا واحد المحل أو واحد المكان مكان يعني شعبي يكونوا فيه احتل الجملة اسمه بالنسبة لي يعني كي يكون الجملة كما فيه هذا المكان وهذا وفيه أيضا فيه يعني هنا كينوا الماركات المعروفة وكينوا احتل الماركات اللي واحد المكان يعني شعبي مهم اختلف يعني هنا كتلقاه الأتمينة بسعر ممتاز كما قلت لكم الجهاد الفاتح وبالطبط لا لا لي هنا صراحة يعني موجود الخير هنا عندت عدة اختيارات عدة محلات هنا سوف تشعروا على خاطركم الملابس بالنسبة للناس التي لا تستطيع إمكانيات مثلا تشعر من المال أو شيء هنا هنا ومال المال أغلبية سوف يأتي هنا لكي يكتشفوا ومال المال ومال المال سوف تشعروا هنا مثلا تشعروا مثلا خصوصا تشعروا هذا جميع الأشكال هنا لذلك مثلا الملابس النساء هنا ليس هنا ملابس النساء مثلا داخلية كل شيء ليس فقط هذا يعني جميع الأنواع الملابس هنا والأكسسوارات مثلا المهم العديد من الأشياء صراحة ومهم نجعلكم تكتشفوا الجولة هنا نريكم نموذج مقاس هنا في المغرب لكي تعرفون نفس القضية كما تشعروا في الواقع لا يوجد S كما تشعروا هذا أيضا S هنا M ليس S لا تشعروا رئيس ولكن كبيرا هذه المشكلة التي ستعانون معها في تركيا مثلا لا ستعانون ستدخلوا تركيا بحركة كلها المهمة جميع الأماكن التي تدخلت لهم لا يوجد مشكلة المقاس هذا هو الذي قلقني كثيرا وهم لا تسوق لا تسوق أهمية المقاس لذلك لا تسوق لطايا أخرين المقاس الأخرى لأن البنية أغلاض لذلك لا تسوق لذلك S أو XS لا تسوق في الواقع XS و نحن هنا لذلك النصيحة لا تسوق لا تسوق شيئا خصوصا الرجال لا تسوق الملابس قبل أن يجربهم قبل أن يقيسهم لا تسوق في المغرب و تسوق شيئا من تركيا ستعاني مع هذه القادية ستبدأ لك من محل أو شيئا في الأخير كبير لا تسوق المهم الذين يصادفوا هذه المشكلة يجبون في التعاليق المهم نجد الآن تضيروا الجولة لكي تكون لديكم فكرة على ما كان في تركيا و إن شاء الله إلى فيديو قادم نتمنى نكونوا استفدتم من هذا الفيديو و إن شاء الله إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله شكرا 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 شكرا